نحن كنت لسه بنقول إن السنوية العامة السنة دي هي مش سباق درجات وحفظ وكلام ده زي ما كان زمان قدمه هو سباق معرفة إن أنا أفهم واضح من كلامك إنك عملت كده دي حقيقة أنا كنت يعني إلى جانب حاجة زي دي زي ما حاك قلت هي مش سباق درجات أنا شايفة أن النهاردة أي حد في دفعة 2021 أي أن كان مجموعه النهاردة فعلا لازم يكون فخور بنفسه علشان هي كانت سنة صعبة جداً كانت سنة حد كتير قوي وأنا قلت الكلام ده كتير النهاردة مش عايزة أكون بقرار نفسي بس بجد عشان كلامك مهم يا فريدة بالعكس الساحة النفسية أهم حاجة على مدار السنة وإيمانك بالمكتوب لك أو اللي هيحصل هو ده الخير حتى لو أنت مش عارف تبريكه بالوقتي دي أهم عاملين أهم من المذاكرة والوقت اللي هتقضيه في أنك تجمع معلومات وتطلع عليها أهم حاجة المبدئين دول يكونوا راسخين في دماغك عشان ونس إنهم خلاص بقيت أنت مؤمن بيهم هتعرف تسيطر على بقية الحاجات بقية الحاجات دي بعدها هتيجي سهلة مؤمن إن أنت تبقى مؤمن إنه اللي ربنا كتبه لك هو الخير حتى لو عكس اللي انت عايزه أعرف إنه شاء لك حاجة أكبر في حتة تانية وإن أنت تحافظ على صحتك النفسية تشجع نفسك بشكل بناء وصحي تفكيرك يكون إيجابي ما تدفعش نفسك للأمام بالتفكير السلبي أو إن أنت تعد تشت على نفسك بأفكار سلبية مش هتوصلك في حتة إنه لا أنا أصلي لو ما عملت ده هبقى فاشل أنا لو ما بكتش تجام ده النهاردة يبقى أنا كده مش تلميز نجيب وشاطر ده مش تفكير صحي ولا هيوصلك لحاجة ولو وصلك هيوصلك بس وإنت مضمر نفسيا فلي نختار الطريق ده لما ممكن نختار الطريق الصحي الإيجابي اللي هيوصلك وإنت مرتاح نفسيا شعر بإيجابية تجاه نفسك وكولت خبرة خليتك صخص أندق أنا بصي أنا لو ما سقف تلكيش على إنك الأولى على الجمهورية في أدبي أنا لازم أسقفلك على طلاقة وفصاحة لسانك وعلى ترتيب أفكارك ما شاء الله عليك شكرا لحضرتك جدا والله ما شاء الله عليك يا فريق أنا قاعد مستمتع وأكيد المشاهدين قاعدين بيسمعوكي هم مستمتعين فكرك مرتب منظم ربنا يحميك يا رب يبارك فيك فكرك مرتب منظم رائع جدا لغتك جميلة منطلقة لسانك فصيح لغتك سهلة فحقيقي ما شاء الله عليك وهو ده هي دي الأوائل مش الأول اللي هو جايب تسعة وتسعين ومية وخمسة وتيجي تسأله كلمتين تاية مخ مشتت لا برافو عليك دي نتاقي التعلم فعلا يعني قليلي أنا طعم بصي أنا تمنى لك كل الخير ولكن أنت لو ما دخلتيش إعلام وأصبحت إعلامية فإحنا هنخسرك والله يا حبيتك حقيقي يعني أنا بحب المجال ده جدا من صغري أنا كنت في نشاط مش عارفة متعارف عليه ولأ لأ بس هو نشاط اسمه المناظرة بيساعد أكتر طبعا وبينمي مهارات الطلاقة في الحوار دي فهو طبعا يعني مجال الإعلام ده أكتر مجال محبت لقلبي من وانا تغيرها لسه حتى بس يعني بالوقت وفكر في مجال اللي اكتبه للعلوم السياسية كمان علشان يعني الحمد لله والله مش غرور بس لو موهبة الأعلام دي قردي موجودة عندي فحب أن أنا أنام بموهبة تانية جنبها بس ههمل الموهبة دي بالعكس أنا هشتغل عليها عشان ده فعلا المجال اللي أنا بحب واللي لو اشتغلت فيها هكون مستمتعة بي بس بس باستغلوا علشان هو مجال حلو أو هقدر أتميز وتفوق فيه لا أنا كمان بحبه جدا بس كدراسة يعني لسه حقيقي ما استقربش بس يعني التفكير رايح دلوقتي في أن أنا أنام بمهارة تانية جنب مهارة الحوار والطلاقة الألفاظ عندي أن أنا أدخل اقتصاد علوم السياسية أكون يعني متمرسة أكتر في المجال ده وأمارس جنبه اللي أنا بحبها وهنكسبك في الدبلوماسية بالمناسبة متحدثة لعبقة هشاء الله عليك شكرا لحضرتك خليني خليني مرة تانية أشكرك وربنا يبارك فيك ويبارك في أسرتك وشكرا لأسرتك الكريمة والمدرسينك والمدرستك اللي عملت منك نموذج محترم الحقيقة بنفخر به ألف مليون مبروك مش بس للدرجات ولكن للشخصية للشخصية وللإمكانات الشخصية اللي عندك فألف مليون مبروك فريدة مؤمن إبراهيم خليل المطري المركز الأول مدرسة سان جان لغات فرنسي إسكندرية قدرت وصل إسكندرية التعليمية مليون مبروك مليون مبروك يا فريدة ده نموذج قدام حضرتكم هو ده هو ده المطلوب مش اللي جايب مية وخمسة وتسعة وتسعين ومقافل الدرجات هو ده نموذج فريدة